سلام المسيح للجميع وحلقة جديدة دراسة جديدة من شخصيات الكتاب المقدس وهي رعوس رعوس ما أنا مجرد قصة لكني أخلصت لحماتها وحماية كانت أكتر من أم ما كنتها رعوس هو أمر نتعلم فيه وشخصية نتعلم فيه كيف نعيش حياتنا مع الرب الإله إلى أبعاد روحية رائعة جداً اجتماعية رائعة جداً نفسية وإنسانية عظيمة جداً رح نكتشفى مع بعض بهالحلقة عم نحكي عن سفر رعوس لليوم اللي هو كاتبه النبي سموئيل سموئيل هو اللي دون كافة أحداث عهد القضاة عم نحكي عن فترة زمنية بحكم القضاة فترة ما بعد موسى بحوالي 352-400 سنة عم نحكي عن مدة 1100 سنة قبل مجيء المسيح رعوس امرأة والكتاب المقدس من الكتب الدينية النادرة جداً اللي أكرم المرأة ورفع قدره وشأنه عبر العصور في ناس بتفتكر أنه فقط بالعهد الجديد لما قال الرسول بولوس برسالته لأهل غلاطية ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع فافتكرنا أنه من هون تساوت المرأة مع الرجل بكل شيء أمام الرب الإله هو بصراحة بيورجينا هالسفر أنه لأ من العهد القديم الرب الإله ما ميز بين ذكر وأنثى وأي نوع من النساء كانت رعوس رعوس أممية يعني حتى مانا يهودية على خلاف كل أنبياء والأسفار اللي دونت بأسماء رجال للرب الإله رعوس حتى مانا يهودية فهلأد نحن متساوين بعين الرب الإله وهالأد لما الرب الإله بده يشتغل بشخص بده يستخدم شخص لرسالة معينة ممكن يكون أنثى ممكن يكون أمرأة ممكن يكون من غير المتوقعة حتى ممكن يكون من أمم كانت تعبد إله آخر وأجو نحنا ما فينا نحكم على اللي بيستخدمهن الرب الإله لأنه حر يعمل وبيستخدم من يشاء هذا السفر منشوفه مع بعض العناية الإلهية الأب اللي ماشي مع ولاده خطوة خطوة من بلش مع بعض رعوس هو سفر مؤلف من أربع أصححات خمسة وثمانين آية فقط بعطونا عبر ودروس كافية لكتب فلسفة تنكتب عنها حدث في أيام حكم القضاة أنه صار جوع في الأرض فذهب رجل من بيت لحم يهوذة ليتغرب في بلاد مؤاب هو وامرأته وابناه لما عم نحكي عن حكم القضاة نحن عم نحكي عن فترة زمنية قاسية جدا لبني إسرائيل لسه ما في ملك بيحكمون موسى كان مات هون بيخبرنا إذا منرجع فقط صفحة لورا منلاقي في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل كل واحد عمل ما حسنا في عينيه عم يشتغلوا مثل ما بدون ومثل ما سبقوا ذكرت لكم بسفر شمشون فترة حكم القضاة الشعب فيها صلب الرقبة بيعمل اللي بدون مختلط بشعوب أخرى عم يتزوج من بنات وأبناء ناس بيعبدوا آلهة تانية بيعملوا اللي بيشوفوه هنم ناسب وين قلبون بياخدون بيمشو وهي فترة عصيان عقوبة ندم وتوبة وغفران وهيك بكل هالفترة الزمنية اللي تقريباً امتدت 300-350 سنة حكم القضاة فلما صار جوع بالأرض رجال من بيت لحم يهوذة راح لبلاد مؤاب مؤاب اللي هي اليوم بالأردن عم نحكي نحن قطع البحر الميت وراح على ما يسمى اليوم بالأردن فبطلت شخصية الكتاب لليوم راعوس هي مؤابية يعني اليوم ما يعادل أردنية فينا نقول فراح هالرجل اللي اسمه كان ألي مالك ألي مالك هو اسم عبري بيعني إيلي ملاخ إيل اللي هو إله إيلي يعني إلهي ملاخ هو الملك فكانوا قبل يطلقوا الأسماء على أولادهم لما بيسموا ولد وفق إما إيمانهم ليتقربوا فيه للرب الإله أو وفق أحداث عم تصير معهم فبيسموه على اسم الحدث اللي صاير فالواضح أنه أهل ألي مالك كانوا بالدنيا يكون ربه إلهه هو الرب الإله يهوى الملك اللي عملوا ألي مالك أنه راح هو ومرته وولاده الاتنين عنده اتنين راحوا بفترة المجاعة لا مقاب هذا الأمر كثير مننا بيعملوه لما منتعرض لصعوبات ومشاكل لم ننطر الملك اللي نحنا اسمنا معلق فيه واسمه دعي علينا لم ننطر إشارة منه لم نثبت ونحنا واثقين فيه مباشرة نختار خيارات أوقات كثير بتكون خاطئة تماما مثل ما قبل إبراهيم أيضا بفترة مجاعة لحاله اختار أنه يفوت على مصر وين راح على مقاب مقاب بفترة فترة المنطقة اللي اليوم هي الأردن مقاب كانوا يعبدوا إله اسمه كاموش هذا إله يقدم لإله ذبائح بشرية إله دموي كانوا يتفننوا شعوب هذيك المنطقة بتقديم الأطفال كذبائح بشرية ليرضى عنهم كاموش فآلهة وثنية تقوس وعبادات مقززة ورغم هيك ألي مالك اللي المفروض كان يكون اسم على مسمى ارتضى أنه يروح لشعب بيعبد كاموش منتابع ما بعد واسمه مرأتي هي نعمي نعمي تقريبا نفس المسمى بالعربي وبالعبري اللي هي النعمة وأسماء بنيه وأسماء بنيه محلون وكليون محلون هي من مثل المحل المحلون اللي هو كمان اسمه عبري بيعني مريض كليون كليون كمان بيعني الكليل أي المتعب فالواضح أنهم كانوا بفترة زمنية صعبة كتير فأسموا ولادهم مثل ما شافوا ولادهم ممكن كان واحد منهم مريض الثاني تعبان أو فترتهم الزمنية بالمجاعة كانت فترة سيئة جدا فجابوا محلون وكليون جابوا مريض وجابوا التعبان كليون أفرت يونى من بيت لحم يهوذا فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك ومات ألي مالك رجل نعم وبقيت هي وبناها شوف شو بيصير للي بيعمل ضد ما وصانا الرب يسوع المسيح قال اللي بيبيع نفسه من أجلي بيكسبها واللي بيحاول يخلص نفسه بيهلكها قدي سمعنا بفترة الحرب بسوريا عن ناس هربوا من الحرب لقوا حالهم اللي مات بالبحار واللي غرق واللي على شواطئ لما وصلها وما استفادوا شي ليه لأنه المفروض ربي هو الملك هو بيمشيني وبسيرني اللي بيختار لحاله ويخلص نفسه بطرقه هو يبدو يتحمل هو النتائج مات اللي مالك بقيت نعمي مع ولاده الاثنين فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين كمان لاحظوا ولاده لا اللي مالك كمان بيشتغلوا من راسهم يعني العهد القديم كله مصي ما بتاخد امرأة اجنبية ما بتتزوجوا من ناس بيابدوا لها اخرى فالربنا له خطة رائعة لحياة كل واحد فينا ولكن اذا نحن رضينا انه نقول له يا رب مشيني انت ويا رب قود حياتي ولتكن مشيتك اسم 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 احدهما عرفة واسم الاخرى رعوس واقما هناك نحو عشر سنين ثم ما تاكلهما محلون وكليون فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها نعم صفيت لا رجال ولا ولدين كان عند يهون كأن ما بقى تملك ولا شي بالحياة وفجأة صارت امرأة فارغة من كل شي مع كنتين طبعا هالكنتين لهم شعوب وإلهم أهل وإلهم ناس يرجعون لهم بعد موت أزواج وهالكنتين بيعبدوا آلها أخرى كانوا قبل ما يجوا على بيتها فمن الطبيعي بعد موت أزواج وما عندهم ولاد منهم أنهم يرجعوا لهاليهم فقامت هي وكنتها ورجعت من بلادي مؤاب لأنها سمعت في بلادي مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا كمان هون هالتفصيل أديب منمشي بالأرض يمين وشمال بحياتنا ما منسأل الرب الإله عن شي لما نترك فارغين تماما منطلع هيك في عنا وجهه هو الرب الإله في عنا وجهه هو الأرض اللي بده إياها لألنا افتقد شعبه ليعطيهم خبزا بيت لحم بالمناسبة بيت لحم هي كمان بالعبر بيت لخم اللي هو بيت الخبز وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهودا فقالت نعمي لكنتيها طبعا هون نحن عم نحكي عن حالة رائعة جدا نعمي امرأة لا تتكرر تعاملت مع كنات التنتين بطريقة أكتر من أم هذا اللي اليوم بزمننا للأسف منفتقده اليوم بتلاقي الحماية مثل اللي مأجرة الكنة شغلة وبدأ أجارة منها هيك لتموت والكنة نفس الشي يصعب جدا اليوم أنه يلتقى أيضا مثل راعوس هالكنة اللي التسقت بحماتها بطريقة وكأن بنتها من صلبة نعم شو قالت لك الناتا طبعا هم نشوف مع بعض الأخلاق اللي تمتعوا فيها وأي شخصيات عم نحكي عنهم أي شخصيات اللي بيحب الرب الإله يشتغل فيها اذهبا رجعا كل واحدة إلى بيتي أمها ما قالت لحالة تعا خليهم عندي بيخدموني بيكبرتي يعني إذا واحدة ترجع لا بقرفها بالزواج الثاني بحاول كرها في هي تعاملت كأنهم بناتا رحوا رجعوا لعند أهليكم وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموت وبي كانوا هن محافظين على حال على أنهم ما يحطوا من قدر وقيمة وأسم أزواج لو بعد وفاتهم ولي يعطيكما الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها فقبلتهما ورفعنا أصوات هن وبكين فقالتا لها إننا نرجع معك إلى شعبك هل أد نعم امرأة فريدة تخيلوا الكنات اللي المفروض الكنة ما بتصدق تخلص من حماتها قالوا لا بدنا نبقى معك ما بدون يروحوا لعند أهليون فقالت نعمي ارجعا يا بنتي لماذا تذهباني معي هل في أحشائي بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا أنا أستخلف بهالعمر لحتى أعطيكم تتجوزوا ارجعا يا بنتي واذهبا لأني قد شخت عن أن أكون لرجل وإن قلت لي رجاء أيضا بأن أصير هذه الليلة لرجل وألت بنين أيضا هل تصبراني لهم حتى يكبروا هل تنحجزاني من أجلهم عن أن تكونا لرجل لا يا بنتي فإني مغمومة جدا من أجلكما لأن يدى الرب قد خرجت علي كمان ننتبه للتعبير هاي تعبير نعمي بوقت الضيء والضعف كتار بيفتكروا أنه إيد الرب طلع خلص تقلت عليهم لقلهم ليه ربنا هيك عم يعمل فينا هي بالحقيقة أنه ربنا شايف نعمي وشايف كل واحد بواحده كيس منفصل هي غير ولادة هي غير زوجة هي نعمي لسا بس هي على اللي صار معها خلص معت شافت في بارقة أمل بالحياة ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا فقبلت عرفة حماتها وأما رعوث فلسقت بها هم نشوف القرار دائما بحياتنا في مفارق طرق ودائما قرارك بيحدد الكتير أو قد بيحدد كل مستقبلك أو قد بيغير كل اتجاه حياتك بس في قرار بدو يتاخذ بسرعة بنفس اللحظة وهذا القرار إذا كان ماشي وفق ما شئت الرب الإله وإذا كان حاطة الرب الإله أولوية هذا القرار ولا ممكن يخيب شوف مع بعد رعوث شو عملت بجملة آلتها قالت رعوث لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك لأنه حيثما ذهبتي أذهب وحيثما بتي أبيت شعبك شعبي وإلهك إلهي شعبك شعبي وإلهك إلهي حيثما متي أموت وهناك أندف هكذا يفعل الرب به وهكذا يزيد إنما الموت يفصل بيني وبينك قرار رجولي من نوع الأول ندرة حياتها لحماتها لا بدأ تتزواج ولا في عشم عندها أنا تتزواج وحماتها مين نعمة إمرأة فقيرة طالعين من مجاعة يعني بطريقة رهيبة شوفوا جولي صار لو رعوس لفة وراجعة مع سلفتها سلفتها باسة حماتها كانت كانت كلمة من أهلي بضل معي قالت لأ رجعي لعند أهلك وقالهتك ورجعت رعوس أخدت القرار لو رعوس ما أخدت هذا القرار شو كان صار يمكن كانت راحت وتجوزت وخلفت وجابت أولاد وعاشت ما بقى أسمعنا شي عنا ولن كتب سفر رعوس بالقرار اللي أخدته رعوس شو اللي صار اللي صار إنه بيت لحم اللي رعوس أخدت قرار تروح علي محاماتها بيت لحم اللي هو بيت الخبز بيت لحم اللي هي اسمها مدينة داود ليه لأنه داود ولد ببيت لحم أبوه لداود يسا ولد ببيت لحم جده لداود عبيد ولد ببيت لحم مين عبيد؟ عبيد اللي هو ابن رعوس وبوعز اللي هي جدت الملك داود وهي اللي ذكرت بالإنجيل إنه من إنساب الرب يسوع المسيح إجا من نسل إمرأة أممية غير يهودية إمرأة قالت لحماتا إلهك إلهي ولما الرب الإله شاف هالقلب الحلو ألا تعيش في شو محضر لك لما رأيت حماتا أن هي متشددة للذهاب معا كفت عن الكلام إليها ذهبتا كلتهما دخلتا بيت لحم وعند دخولهما بيت لحم المدينة كلها تحركت بسببهما وقالوا أهذه نعمة الناس بعد عشر سنين عرفوها مو هاي نعمة اللي جايل عنها فقالت لهم لا تدعوني نعمة بل ادعوني مرة لبقى تقولوا عني نعمة أنا مرة لأنه القدير قد أمرني جدا هون كمان نشوف طريقة الكلام لنعمة نفس طريقة كلام معظمنا وقت المشاكل هيك ربنا بده هو أمرني هو بده يزلني هو شو عاملي للرب للإله ليه هيك عم يعمل فيني الرب هو نفس هاي الطريقة طبعا هاي الطريقة مذكورة مذكورة بالكتاب الأحداث متل ما صارت بأماني لنتعلم منها نعمي بوقتها ما أنا شايفة لقدام شو الرب عم يشتغل فيون وبحياتون ولا شو عم بيحضر لهاتنتين هي كل شي بتعرفو إنه هي خسرانة جوزة خسرانة شابين ولادها الاتنين راجعة فارغة تماما كانت قبضي كبرتا لو ما كنت شفقت عليها واجيت لحتى تسترى وتخدمها بكبرتا هي كانت رسمي ما بيقيه لحد فعلتلون لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة لأن القديرة قد أمرني جدا إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني فرجعت نعمي وراء عوث المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير شفوا كمان التوقيت ابتداء حصاد الشعير عادة بأواخر شهر نيسان شفوا توقيت الرب الإله شفوا في أمور وتفاصيل نحنا ما مننتبه له بحياتنا بتصير مواعيد معينة صار فيها أمر معين موعد معرفتك بزوجك موعد التقاءك بمرتك كله حضروا الرب الإله بطريقة هاي اللي هي اسمها العناية الإلهية نحنا علمونا إلا صدف بالمسيحية علمتكن أنه ما في شيء اسمه صدف كله وفق مخطط وفق حكمة وفق مشيئة للرب الإله منشوف هون مع بعض بقى كيف الترتيب رجعوا على بيت الخبز رجعوا بفترة حصاد الشعير مروح مع بعض للإصحاح الثاني هلأ هون الإصحاح لقاء ببوعز وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز فقالت رعوث المؤبية لنعمي دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابلة وراء من أجد نعمة في عينيه فقالت لها ذهبي يا ابنتي فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك اتفق نصيبها ما معناته أنه هيك صدفة مصدفة ربنا جعل على قلبها أن هي تروح تشتغل بحقل بوعز دون عن كل الحقول اللي كانت ببيت لحم عم يشتغلوا كلهم بفترة الحصاد وإذا ببوعز قد جاء من بيتي لحم وقال للحصادين خلنا نشوف مع بعض أي شخصية ليا هذا الرجال اللي اسمه بوعز قال للحصادين الرب معكم فقالوا له يباركك الرب فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين لمن هذه الفتاة خلينا نوقف مع بعض على الطريقة اللي حكى فيها مع الشغيل اللي تبعه قبل ما ننتقل لقاءه ب رعوس اليوم في ناس كتير بعرفهم مؤمنين ولكن بينفصموا يعني فقط بقلب الكنيسة سلام المسيح وبيحكوا مع بعض ورب يباركك ورب يباركك هو بيروح على شغله غير شخصية بتطلع في ناس مثلا بتلاقي بيطلع شي اللي بيصير بيدخن شي اللي بيسب شي اللي السلام عليكم بدي يساير الأمم الأخرى فبتحس فيه شخصيتين انفصم وقت الشغل بوعز هذا الرجل اللي أيضا اختاره الرب الإله ليكون من نسله يجي الرب يسوع المسيح كانت شخصيته كاملة أمام الرب إيمانه كامل أمام الرب يعني الرجال جاي عم يحكي مع الشغيلة بيقى الرب معكم هو مانو كاهن ومانو نبي هو رجل عادي وعنده شغيلة عم يشتغلوله ولكن هذا الرجل اللي إيمانه مرافقه حتى بيعمله شغيلته حافظين هو شو بيحب قالوله يباركه كالرب هلأ هون فهمنا مع بعض أنه نحن عم نحكي عن شخصية مؤمن عايش الإيمان بحياته إنسان متزن جدا صاحب أراضي لن غرفية ولا عام شغيلته بطريقة لا تليق جايبلون إيمانه لشغيلته سألون مين هالبنت أجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلادي مؤاب وقالت دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين فجاءت ومكثت مين الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت خلنا نشوف كمان شخصية راعوس يعني راعوس ما أنا بنت بتعرف من أين تؤكل الكتف أبدا على العكس تماما بنت لما مات زوجة وتسكرت بوشها سبل الحياة كان عندها سبيل هو عيلتها وأهلا وقالهتها اللي ربيت بيناتهم حبت حماتها وحبت تتبع إلى حماتها قدي اليوم في ناس بيقول لك أنا حبيت ربك طبع بالعامية طبع دخير ربك كتير صادفت ناس قالولي حبينا الإله اللي بتبشر فيه معنى هو الإله خالقه نفسه حبينا الإله اللي بتبشر فيه اللي بتحكي فيه اللي بتعبده اللي بتتبعه مشيت وراها علما أنه بتعرف حالها بدأ تروح تلتقط تلتقط شو يعني يعني مثل الشحادة يعني رايحة تشوف شو بيزيد من محاصيل للعالم لأنها فقيرة لتاخد تاكل وتعمي حماتها هيك قرر تقضي حياتها بدون ما يكون عنده ولد شو هالقلب من شو معجون قلب راعوس هذا هاي المحبة اللي لا ترجو شيء وما طالبه شيء ولا تتوقع شيء وما عنده أمل بشيء وبتعرف ما رح تتزوج بحياته وشايفي ما عنده حدا لا بيقرب حماتة يتزوجها ولا حماتة حماتة خلص امرأة عم تعد أيام لا تموت قالت لها بروح باكله بتعميك وخلنا نشوف صفتين إضافيتين بخبرنا عنهم الكتاب فيها لحظوا الطريقة اللي راعوس عم تطلب فيها مع أنه راعوس بنت حلوي وبأول عمرة لسا عم نحكي عن بنت احتمال تكون بالعشرينات من عمرة لسا الحياة كلها قدامها فالحماتة شو قالت لها قالت لها دعيني أذهب إلى الحقل وألتقت هنا بالوراء من أجد نعمة في عينيه رايحة هي تشتغل كرمال تعيش حماتة شوف الطريقة بالطلب دعيني ألتقت يعني مثل اليوم إذا أجد كنتك قلت لك خليني أجلي لك خليني أطبخ لك شوف الطريقة المتواضعة بأداء خدمة للآخرين لقلهم كمان للحصادين دعوني ألتقت وأجمع بين الحزم وراء الحصادين ومنرجع لما شاف شافت أنه أخذت نعمة بعيون بوعز بيقول الكتاب أيضا بالآية عشرة فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة ما هي أخلت ذاتها تماما عايشة مثل أكتر أكتر من راهبة تتعبد لإله حماتها فهي الشخصية الطيبة جدا المتواضعة جدا المكسورة أمام الرب الإله الأمينة جدا لاحظوا شو قالوله لبوعز عنها قالوله قعدت لتلتقيت مكثت من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت يعني بيجوا الحصادة اللي يشتغلوا بيقضوها مثل اليوم شغلت اليوم بيقضوها سرمحة يلا يجعني تليفون يلا رايح عندي مشوار دي دايتين وبرجع لحتى يمضي نص الوقت معنو شغل حقيقي هي لا قليلا ما لبثت أمينة يعني هي كل على بعضها عبارة عن شخصية أمينة مخلصة لحماتها هي عبارة عن مخلصة بغض النظر عن الظرف اللي عم تمر فيه والدافن مننا لناس لما بيمرقوا بظرف صعب بيطلع أوسخ ما عندهم لأنه فجأة بيفقدوا أصلا الرجاء أنه فيه له وأنه سر تعاسة قلبي الطيب كله بينتعلك على صفحاته على وسائل التواصل هنا طبعا شو قلبهم الطيب هنا لو عندهم قملة وغيب القانون ليفجروا كل شي حواليهم أبو قال الطيب وبسوءوا بالحياة أنه نحن شو نعمل معنا بدنا نعمل أسوأ بالناس نعمي لا وراعوث لا ومنشوف شخصية بوعز لا فمنفهم أي أنواع بيختار الرب الإله ليستخدمها ويشتغل فيها وليه في ناس مهما سعوا وحاولوا واتدينوا وقروا وبشر وغيرها لا الرب الإله بيعرف قلب كل حدا بالتمام شو قصة بإسرائيل من أديان أخرى مسيحيين أو مسلمين أو دروز أو شو ما كانوا بيعبدوا ما فيهم فقيروا جوعان في بلاويين 23 تشريع من تشريعات الرب الإله بالكتاب المقدس بيقول فيها أصحاب الأرض لا تكمل زوايا حقلك ولقاط حصيدك لا تلتقط شو يعني يعني بس تحصد الأرض ما ترجع تحصدها مرة تانية لتشفية اللي بيبقوا وراك تركهم للفقير للأرملة لليتيمة بيجي بيلتقط هو وللمسكين والغريب تتركه بيقول له اخشى الرب أنا الرب إلهك كأنه اللي بيدور على زوايا الأرض وعلى آخر حبة بده ياخدها لأله كونه وإملاكه هذا كأنه ما بيخشى الرب بالإله فهو بيطلب مننا هذا اللي اللي فاض عنك محصولك لدى لك أنت عينك فيه تركه ليك في رعوس اللي إجيت تلتقط لإله ولحماته فيه فنالت نعمة بعيون بوعز بشو المرأة هاي طبيعي تحترم فقيرة غير فقيرة طبيعي تحترم امرأة مؤبية تركت عشيرتا وأهلا وأرضا ما عندها نية وما عندها هيك هيك طبعا هي جاية لتطبق رجال وشباب وبدأت تتزوج أو بدأ أبدا رايحة تلتقط يعني هاي أصعب الأعمال اللي ممكن تقوم فيها بنت عمره بها العمر فبوعز قال لا تسمعين يا ابنتي لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر وأيضا لا تبرحي منها هنا بل هنا لازمي فتياتي اللي بيشتغلوا عندي صرتي وحدة منهم عيناكي على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوكي وإذا عطجتي فاذهبي إلى الآن يا واشرب مما استقاه الغلمان خلص أنا شغلتك عندي لأنه هاي الأمرأة الأمينة هالأد لازم تتكافأ بطريقة بوعز رجل من رجال الرب الإله ما بيفوتوا إنه هو يكرمها لهالبنت اللي تركت أهله وعشيرته وإجت تعبد إلهن وإجت تقوم بأمرأة يهودية اللي هي حماتة لما قالت له مين أنا لحتى لاقي نعم بعيونك ألا بوعز إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرتي إلى شعب لم تعرفيه من قبل ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عندي الرب إله إسرائيل الذي جئتي لكي تحتمي تحت جنى حيا شايف الشخصية الكاملة المتزنة المؤمنة اللي عايش الإيمان بحياته وبيعمله بيعرف يشخص الوضع صح قديم نفتقد اليوم حتى بين المؤمنين لناس يعرفوا ينصفوا صح وما يحطوا بزمتهم شوف بركي عين على حدا من الحصاد هذا شو بيكون مؤمن وعم يحط بزمته الناس فبوعز وكأنه كان معهم بهالفترة كلها وكأنه شايفة كيف تركت أبوه وأمه واجت مع حماته وين اجت هي ما اجت لعند بوعز وما اجت لعند حدا معين وما اجت لأنه عندها طمعة بحماته أو بأملاكة تملكهم حماته ببساطة جاءت إلى إله إسرائيل لكي تحتمي تحت جنحي وأدي مهم بحياتنا أنه نحن نلجأ للرب الإله بكل ظروفنا برفاهيتنا بفرحنا بحزننا بضعفنا بكل شي من مرفي بحياتنا وما بخيب حدا لجأ للرب الإله فطبعا نولى أيضا فريق أكلت وشبعت وفضل عنها اللون بوعز لغلمان ودعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها يعني إذا راحت لتجمع بين الحزم مرة تانية لحد يردها لحد يكسر بخاطرة ويخجلة وأنسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهرها يعني أنتوا زتولا كمان شي تلتقطوا أنسلوا بين الشمائل يعني عم نحكي عن شخصيات جدا رائعة جدا رائعة هاي شخصيات اليوم لو موجودين بواقعنا هدول مسيحيين حقيقيين مية بالمية فالتقطت في الحقل إلى المساء وخبطت ملتقطته فكان نحو إيفة شعير فحملته ودخلت المدينة فرأت حماتها ما التقطت فقالت لحماتها أين التقطت اليوم فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز فقالت نعمي لكنتها مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروفة مع الأحياء والموتى يعني هي نعمي ما بتعرف مين قرابين من الدرجة الأولى ولكن الرب الإله بيعرف ورتب كل شي دخوله لبيت لحم دخوله بموسم الحساد أنه كنتها تجي معه لأنه قالت نعمي الرجل ذو قرابتين لنا هو ثاني ولينا شو قصة الولي أيضا هون بشريعة بني إسرائيل لما بيموت رجل وزوجته ما عنده منه ولاد يشيلوا اسمه لحتى يبقى أصباط بني إسرائيل على حالهم تبقى الأراضي لبني إسرائيل فبشرعهم المفروض طبعا هاي شريعة موسى وشريعة الرب الإله لألون أنه المفروض أخو للميت ياخد زوجته ليقيم نسل لأخي كيف بيقيم نسل لأخي أول ولد بتولده المرة بيسموه على اسم الأب الميت لحتى يبقى اسمه وذكره ببني إسرائيل فإذا جابت هي عشرة أول واحد منهم للي مات مع أنه بيكون هو ابن الأخ اللي تزوجه والباقي الأولاد بيكونوا لأله إذا ما عنده أخ الولي الأقرب الولي الأقرب اللي هو ابن العم إذا ابن العم عنده شيء مرضي إلى آخره بيكون اللي بعضه تماما فهو ولي ثاني ولي ثاني أنه يعني أرابة بتعتبر من الدرجة التانية ولكن قريب هو ولي ولي يعني عليه فرض وفق الشرع أنه يتزوج رعوس بس ما بتيجي الأمور بهالطر أنه تعال لأيناك تعد زوجه ما بتتم الأمور بهالطريقة بتتم أنه هو بديو ياخد هذا القرار بس هون شافت بقى نعمي إيد الرب الإله كيف عم تشتغل فقالت رعوس المؤابية أنه قال لي أيضا لازم الفتياتي حتى يكملوا جميع حصاد يبدو يشغلني عنده فقالت لنعمي لراعوس حسن يا ابنتي أن تخرجي مع فتياتي حتى لا يقعوا بك في حقل آخر خلص خليكي هون أحسن ما يصير لك شيء مع ناس تانين يكونوا ممنح فلازمت فتياته بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حماتها هلهم نروح مع بعض للأصحاح ثلاثة هون منشوف نعمي بدت تدخل الكبارية بالعمر ما فينا ما يحطوا إصباطون يعني حتى لو شافت إيد الرب الإله أنه أنا موجودة بدت تسرع القصة من لهفتها على هالبنت رعوس لتردله الجميل اللي صنعته معها لتريحها من هالتعب شو معقولة كل حصاد تروح رعوس اللقات الحصيد هي مو بس وحدة عم طلقط اللي زايد هي بدت تشتغل بالأرض لا يحق إلا طلقط اللي زايد فمتعب كتير عليها وهم نشوف مع بعض بالتفاصيل كيف يعني ما بتعرف مين اللي قلبه أحلى براعوس هي ولا حماتها مين اللي منهم الأفضل ما فيك تميز لأن التنتين هن خامات للرب الإله رائعة جدا عم يتبار من منهم أفضل مع التاني قالت لا نعم حماتها لا رعوس يا بنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته ها هو يذري بيدر الشعير الليلة فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيدر ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب وما تتجع فاعلمي المكان الذي يتجع فيه وادخلي وكشفي ناحية رجليه والتجعي وهو يخبرك بما تعملين فقالت لها كل ما قلتي أصنع طبعا هل هل الأيتين اللي أريتون استعملوا أعداء الإيمان المسيحي سواء من المسلمين ومن غيرها ملحدين وغيرها ليقلك ها شوف كانت راعوث زانية أنا بتحداك إذا صار أي علاقة بين راعوث وبعز قبل زواجهم ولا ولا أي علاقة ولا أي لمسة ولا أي أمر ولكن لما هني بيتبعوا تشريعات تحلل الزنا فبدون يبرروا تعدد الزوجات والزنا والفاحشة وعقود النكاح اللي بيعملوها شي متعا وشي ميسار وشي ميسيار وشي ما بعرف شو من الأرف اللي بيعملوا فبيجوا ليحطوا بنسب المسيح أنه آه ليك هاي بركي كانت زانية آه راح تجعت عند رجلي تجعت عند رجلي ما في علاقة بينه وبينه خلنا نكمل مع بعض لتعرفوا عن شو عم بحكي نزلت إلى البيدر عملت حسب كل ما أمرتها به حماتها أكل بوعز شرب دخل لي الطجع دخلت سرا وكشفت ناحية رجليه أن الرجل اضطرب انتبهوا ما دقرته يعني ما لمسته هو فاقب نص الليل حس في شي نايم تحت رجليه وإذ لقاها لراعوث وإذا بمرأتهم وطجعتهم عند رجليه فقال من أنت فقالت أنا راعوث أمتك فابصد ذيلة ثوبك على أمتك لأنك ولي هاي رسالة كأنها عم تقول له أنا جاي طالبي استطر منك هاي هاي الطريقة نحنا عم نحكي برجع وقالكم على 3000 سنة قبل اليوم يعني كيف اليوم بتلاقوا مثلا عند العرب بيهزوا فنجان القهوة يعني خلص خلصوا في أمور نحنا ممكن اليوم منشوفها غريبة الطريقة بالطلب ولكن بفترتها هي هاي الطريقة اللي تقول له فيها استرني استرني يعني اجيت مثل عبدة بتشتغل عنده لتقول له استرني ما أنا مضطرة بالمناسبة راعوس راعوس ببساطة كانت بترجع لأهله وبتتزوج جازة تانية خاصة أهله مؤبيين بيعبدوا كموش وعندهم بيعددوا زوجات فبتلاقي الرجال بياخد له كذا واحدة لأنهم ما بيتتقوا رب الإله بالتمام بيعبدوا إله لكل شي رجس رجاسات بيقولوا الكتاب عن رجاسات المؤبيين بيعددوا زوجات بيعبدوا إله دموي إلى آخره فكان فيها ترجع وتروح وتتزوج لو هدف الزواج أو لو هدف الشب بوعز ما نزلت من نظره كمان منشوف عن أي أخلاق عم نحكي قال لها إنك مباركة من الرب يا بنتي لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول هذا معروف هي عم تعمل محاماتا ولأسم زوجة المتوفي علما إن مانا يهودية شريعة أنه تتزوج الولي ما بتمشي عليها هي قررت لأنه إذا تعبد إله إسرائيل قالت له بدي أمشي بشراعة فبوعز كبرت بنظره أكتر مو بس تركت عائلتها وجاية محاماتها جاية تطبق هي الشريعة وجاية بهالطريقة اللي تقله ابسد ثوبك على أمتك لأنك ولي جاية تذكره بشريعة بني إسرائيل بتقول إنه الولي بده يشيل اسم من نسله اسم المتوفي فألا مباركة من الرب يا بنتي لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول إذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء والآن يا بنتي لا تخافي كل ما تقولين أفعل لك لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك مرأة فاضلة هاي المرأة الفاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللي قاله متزوجة قبل أرملي بوعز عم يدور على أمرأة فاضلة وجدها وهو ما فيش يقيده ما أنا متزوج بأمرأة تانية رجل يتقي الرب الإله مؤمن بالتمام قال هاي المرأة أنا فيني أعمل مع هذا المعروف وبطبق الشريعة برياح لأنه هي تستحق بجدارة رعوز والآن مسألة فيه أخصة صغيرة الآن صحيح أني ولي ولكن يوجد ولي أقرب مني هو ولي ثاني ففي ولي من الدرجة الأولى أبن عمه لمحلون كيلون فبيتي الليلة ويكون في الصباح أنه إن قدى لك حق الولي فحسناً ليقضي وإن لم يشأ أن يقضي لك حق الولي فأنا أقضي لك حي هو الرب حلف لحي هو الرب مثل إذا عميلا وحيات الرب اليوم حي هو الرب تجعي إلى الصباح طبعاً تجعت عند رجليه إلى الصباح شوفوا الكتاب بيخبرنا بالتفاصيل ليقطع الطريق على ألسنة الزونات عبدت إله الزنا وتعداد الزوجات والفجور والرجاصات والنجاصات ليقلك رعوث امرأة بتشرف وإشرف من الشريفة اللي بتدعوها بأديانكم فتجعت عند رجليه إلى الصباح يعني هي هاي الخيمة هاي هو فرشته هي بآخر الخيمة عند منطقة الرجلين ما متمسكة برجلين ما في لمس نتبهوا بنرجع كمان مرة تانية فلما طلع الصباح أعطاها حملة كمان ستة من الشعير قال لروحي مشا ما ترجعي لعند حماتة فاضية لتلاقوا شي تاكله وهو بيدبر الأمر فسألتها حماتة شو هادا اللي حاملتي قالت لها هيك عطاني من الشعير وهيك هيك سار قالت لها اجلسي يا ابنتي حتى تعلمي كيف يقع الأمر لأن الرجل لا يهدأ حتى يتمم الأمر اليوم اللي صار بالإصحاح أربعة هو آخر الصفر أنه بوعز اجتمع بفينا نقول شيوخ وأعيان المدينة كان بوعز صعدة بوعز إلى الباب نحن عم نحكي هون مثلك أنه مثلا المجلس اللي بيعدوا فيه الكبارية فوقف إذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر فقال مل وجلس هنا أنت يا فلان الفلاني فما لوجلس ثم أخذ عشرة رجال من شيوخ المدينة لاحظوا كمان فلان الفلاني بوعز نذكر اسمه فلان الفلاني ما تزوجها لرعوس ما نذكر حتى بالكتاب المقدس اسمه لأنه اليوم لما أنت بتمشي وفق مشيئة الرب أنت ما بتعرف شو عم تعمل خير لحالك أصلا مو للرب الدعم تفيد حالك بدون ما تعرف بوعز ما بيعرف أنه من نسله جاي المسيح بوعز كل شي بيعرفه أنه هالمرأة في تشريع للرب الإله بيقول ما بيصير تبقى هيك وهالمرأة بتستحق أن هي يتزوجها على أخلاصها وأمانتها وكرامتها وشرفها وكل شي فيها لرعو فقال له أخذ عشرة من رجال المدينة من شيوخ المدينة وقال له اجلسوا هنا جلسوا ثم قال للولي إن نعمي التي رجعت من بلادي مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا ألي مالك فقلت أني أخبرك قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخي شعبي فإن كنت تفك ففك وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك شو قصة الفكاك في تشريع لكل شي بالكتاب المقدس ما ترك شي لا ميراث ولا تشريع أرض ولا حقل ولا ربا ولا فائد ولا شي إلا شرعوا الكتاب المقدس باللاويين إصحاح 25 بيقول الرب الإله لبني إسرائيل الأرض لا تباع بتة ممنوع عليهم يبيعوا أراضي بني إسرائيل اليهود ما بيبيعوا أرض على فكرة لو ما هم أندفع لهم فيها لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي يقول الرب بل في كل أرضي ملككم تجعلونا فكاكا للأرض شو يعني هذا الكلام يعني طبعا إذا منروح للاويين 25 نشوف تفصيل التشريع كامل إذا حدا فقير رهن أرضه أو حدا فقير من بني إسرائيل باع الأرض مطالب الولي اللي هو أخوه بالدرجة الأولى ابن عمه الأقرب لأله يروح يفكه ده ترجع لأله ما بيقدر يبيعها برا الأرض بعد موت ألي مالك وولاده الاثنين لنعمي في عند أرض هي لأنه هي من أصباط بني إسرائيل بس ما فيها تتصرف فيها ولما بتقرر تبيعها لأنها فقيرة ما معقول تعود هي ما فيها تشتغل بالأرض لوحدة ولا فيها تشغل حصادين فمضطرة تبيع الأرض مضطرين مضطرين مجبارين الولي من الدرجة الأولى أنه هو يشتري الأرض لا يخليها لها الصبط يخليها لها الاسم فعندك قدرة كيف بيكون بيتحددها طبعا ما في شيء إجباري ما بيعملوا له شيء بس هي الفكرة وما فيها أخلاقيا وبالتشريع طبعا أنه إذا كنت عندك القدرة ولي من الدرجة الأولى أو ما يليه عندك القدرة يعني عندك القدرة المادية وبدك هلا إذا عنده القدرة لحتى هو يفك ويشتري ويرجع ل المتوفي حقه إذا عنده قدرة مادية وولي من الدرجة الأولى وما بده هون يدعى مخلوع النعل والمرأة والمرأة اللي رفض يتزوجها هيك التشريع بيقول بيحقله تبصق بيوشه بيخلعه نعله فيدعى جيل بعد جيل هذا البيت مخلوع النعل لأنه هو مرض يقيم نسل الميت في حال ما عنده قدرة ما في داعي لا ينهان ولا حدا يدعي أو بشي بهالحال قال له الرجل الولي من الدرجة الأولى فإني أفك قال أبو عز يوم تشتري الحقل انتبه بدك تفك الحقل وعنده قدرة ما تديه يوم تشتري الحقل من يدي نعمي تشتري أيضا من يدي رعوث المؤبية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراث هيك الشرع بيقول دك تاخد الأرض تفك وتشتريها لألك بدك كمان تتزوج رعوث لحتى تقيم نسل هون قال له الولي لا أقدر أن أفك لنفسي لألا أفسد ميراثي متجوز فمتجوز ما بيقول له يتزوج واحدة تانية ففك أنت لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمري الفكاكي والمبادلة لحتى تعرفوا كل شيء عن الموضوع اللي خبرتكن يا فيكن تشوفوه بتثنية إصحاح 25 عن واجب أخي الزوج وواجب القريب الولي من الدرجة الأولى والتانية فيخلع الرجل ويخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه فهون هو ما عنده قدره ففقط خلع نعله وعطايا أنه خلص أنا تركت لك القصة لألك أنت امشي في هذا القصة من مخلوع النعل أو يخلع نعله هذه هي العادة في إسرائيل فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك وخلع نعله فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل ما لألمالك وكل ما لكليون ومحلون من يدي نعمي وكذا راعوث المؤبية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه أنتم شهود اليوم فجميع الشعب والشيوخ جهدوا على هذا الامر وباركوا وقالوا له تكون لألك راعوث مثل راحيل وليقه مثل ما كانوا ببيت إسرائيل ومثل ما لولدته ثامر اليهوذ وباركوا فبالنهاية اخذ بوعز راعوث امرأة ودخل عليها فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا فقالت النساء لنعمي مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لك يدعى اسمه في إسرائيل لأنه في ناس ممكن يموت ابنه فعلا ما عنده ولا قريب يتزوج الكنة هون ربنا ترك لبوعز وبوعز مو أي رجال بوعز من الرجال اللي مشهود لإلهم رجال بكل معنى الكلمة حافظ كلمته وعهده وعنده مصلحة شعبه وعنده مشيئة إلهه شرائعه بالدرجة الأولى ويكون لك لإرجاع نفس وإعالتي شيبتك لأن كنتك التي أحبتك قد ولدت وهي خير لك من سبعة بنين كانت هلكني لرعوث أفضل من لو عنده سبع صبيان ما شالوه ولا أدروه ولا عمل معه اللي عملته رعوث مع نعمي فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية وسمته الجاراتس من قائلات قد ولد ابن لنعمي ودعونا اسمه عوبيد عوبيد اللي هو جد داود هو أبو يسا أبي داود الملك هون منفهم مع بعض بالختام معنى الآية كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب الإله بس تمرق بفترة صعبة كتير تتسكر البواب كلها بوشك تفقد حدا تخسر شي كتير كأن نهاية العالم تذكر نعمي ما رح يكون وضعك أسوأ من الوضع اللي وصلتله ما رح يكون وضعك أسوأ من أنه تفقد زوجة وولادة اتنين وترجع فارغة بوقت مجاعة بدها من يلتقط لحتى بطعمية لتقدر تعيش وشوفوا شو حضر الرب الإله لألا سبتت فيه رجعت طالبته كنتها رعوس رعوس مثال حي بكل حدا بمر بظرف صعب بيقل له يا رب أنت ملجأي ما بدي حدا غيرك لو جعت لو شحدت لو التقطت بأراضي تانية لو مشيت مع الغلمان كأني صبي حقل مثلي مثلون لو كنت عند حماتي لو كنت بلا أمل أبدا أنه اتزوج لو كنت رح انحرم لولادك العمري أنا بدي ياك لألك إلهك إلهي هذا القرار اللي أخدته رعوس تعودت عنه أضعاف الأضعاف لليوم بعد 3000 سنة من وقت وجود رعوس نحن عم نحكي بإسمها 3000 سنة هاي الأمرأة الفاضلة الأمرأة الأمينة الأمرأة المخلصة الأمرأة اللي قالت لها شعبك شعب إلهك إلهي أينما بدي أبيت وما في غير الموت اللي بيفصل بيني وبينك فقال للرب الإله تعي مانك أكرم مني لو بدنا أيضا نشوف بعد روحي أعمق لهذا الموضوع بنشوف كيف كل نفس إنسانية فينا اليوم رجال أو نساء محتاجين للولي هذا الولي اللي بيجي مباشرة بالدرجة الأولى بعد ما يكون نحن عنا خسارات خسارات بالعائلة خسارات زوج خسارات أولاد خسارات بالحياة عبادة إله آخر من شعب آخر من أم تانية أعى حدا يقولك أنت مولدتي مسيحية خليك على دينك لو ربنا بدك مسيحية كان جابك وكان من الأساس ولدتي مسيحية كذب ليك راعوث مؤابية تعبد إله تاني كموش إله دموي بقدموله أضاحي رب الإله لما قالت له بالضياك لإلك عطاها تعويض ومن نسلة جاء المخلص الرب يسوع المسيح ودعية جدة من جداته هي موانا جدته طبعا لأنه المسيح ما إله أبه من مريم من نساب مريم ومن أيضا يوسف اللي رب يسوع المسيح دعي من الاثنين لداود الملك من نساب بوعز ورعوس فكل نفس اليوم مننا محتاجة لمين يفك طبعا عم بحكي قبل المسيح محتاجة مقيدة أما أما يعني عبدة بدين آخر لإله آخر لعبادات أخرى لشهوات لتسلطات أخرى محتاجة للولي اللي يفك وبآخر الأيام إجا الرب يسوع المسيح إجا وفك البشرية كلها دفع هو واشترى بدم مبارك كريم بأطهر دم وبسفر الرؤية بيخبرنا هو مستحق أن يفك السفر والأختام لأنه ذبح واشترانا لأنك ذبحت واشتريتنا هو ولي هو إله هو معبودي هو الوحيد اللي قدر يحرر هالعبدة يحرر هالأمة يحرر هالنفس اللي رجعتله بعد تعب بعد أهوال بعد فقدان بعد إخسارات بعد أحزان بعد أمراض بعد صعوبات بعد ويلات بعد كل شي أجت هالنفس البشرية اللي عندها الولي العظيم لتقله فقني شتريني لألك بدمك الطاهر واللي اليوم أعطانا أكثر مما أعطى رعوس أعطانا نكون ملكات وبنات للملك أعطانا ندعى أبناء وبنات الرب يسوع المسيح أدعى لنكون مختارين ملوك وكهنة وندين حتى ملائكة معه وقت مجيئه على السحاب فدائما وأبدا نتذكر بصفر رعوس هالتفاصيل كله اللي خبرتكن عننا نعيش بأحداث الكتاب نسقطها على حياتنا اليوم لنقدر فعلا نتعلم بالتمام ليه سمح الروح القدس أن تتدون شو بيفيدنا قصة رعوس اللي كانت قبلت للتالاف سنة اليوم بحياتنا بصلي أن الرسالة تكون وصلت لكتار ربنا يجعل كل بنت كل نفس وكل حتى شبه هو نفس النفس اللي كانت عند رعوس هالنفس اللي طلبت وعدت تبعت الإله الحق خالق السماء والأرض تركت كل شي وتخلت عن كل شي وقالت إلهي أنت إلهي وأنا تحت ظل جناحيك أختبئ لحتى تنولوا البركات المضاعفة لو بوقتها ما شفتوا على المدى القريب أي فائدة لو بوقتها كان حتى ما في رجاء غير أنه إحنا ما عنا شي غير عم نعبد الرب وخسرانين كل شي تاني انطروا مواعيد الرب تمام وعناية الرب مرافقتنا حتى لو ما شفنا هذا الأمر بالوقت المناسب بيجي إله العهد لإسمه إله العهد هو إله العهد لأنه بيقطع عهد وبيلتزم فيه إله العهد ليعود وتكون التعويضات أضعاف 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 الاخسارات وما تخلينا عنه من أجل اسمه سلام المسيح يملأ له بالك